اهلا بكم لو سألت حضرتك ايه اعظم صورة في القرآن اكيد حتى يابد بدون تردد هي صورة الفاتحة اجابتك صحيح صورة الفاتحة لها العديد من الاسماء مثل فاتحة الكتاب فبها يفتتح كتاب القرآن الكريم ومن اسمائها ام القرآن معناها اصل القرآن وايضا السبع المثاني السبع دلالة على عدد اياتها السبعة والمثاني اي التي ترتل وتكرر في كل صلاة ومن اسمائها الصلاة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ومن اسمائها ايضا الرقية والشافية والحمد والعديد من الاسماء الاخرى معلوم للجميع ان كراءة الفاتحة رقن من اركان الصلاة فلا تصلح الصلاة بدون كراءة الفاتحة للحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمهور العلماء اتفقوا على ان صلاة المأموم خلف الامام تستثنى من هذا الحديث فلنفرض ان الامام انتهى من كراءة الفاتحة وانتقل الى صورة اخرى فعلى المأموم الانصاط الى الامام مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اما الامام البخاري فيرى ان كراءة الفاتحة واجب على الامام والمأموم والمنفرد اخي الكريم تأكد ان صورة الفاتحة ليس لها مثيل في كل من الطورات والانجيل والزبور وحتى الفرقان وحتى تتيقن من اهمية صورة الفاتحة لك ان تعلم انها تقرأ كل يوم 17 مرة على الاقل هناك العديد من الدروس المستفادة من صورة الفاتحة منها ان الاصل في التربية هو الجماعة فحين نسمع اهدنا الصراط المستقيم نطلب الهداية لنا جميعا وايضا الفرق بين الله والالله الله هو اسم علم على الذات الالهية لله وحده اما الاله فيقصد به اي معبود بوجه حق او بباطل ويستفاد ايضا من صورة الفاتحة الاخلاص والتوكل على الله سبحانه وتعالى فيها ايضا بيان لاهمية الصحبة الصالحة والقدوة الحسنة لكل مسلم وفي صورة الفاتحة يتيقن المسلم بان الهداية من الله والتوفيق والثبات من الله ايضا نزلت صورة الفاتحة بعد صورة المدثر فهي صورة مكية لك ان تعلم اخي الكريم حين نزلت الفاتحة على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة اخرى في المدينة صاح ابليس يقول ابن القيم رحمه الله اجتملت صورة الفاتحة على الرد على جميع طواقف البدع والضلال جزاكم الله خيرا